السلام عليكم اظهرت مواقع رصد حركة طائرة المدنية اليوم لاحد توقفا للحركة الملاحية في مطار دبي ما قد ينبئ عن هجوم جديدة وتظهر الصور حجم الاستحام الكبير للطائرة المدنية في احد اهم الموانئ الاقليمية كما تظهر نقل عدد منها الى مطارة مجاورة ولم يعلن بعض بصورة رسمية عن اسباب توقف الحركة وما اذا كان المطار الذي يعد اكبر محطة ترانزيت في المنطقة قد تعرض لهجوم ام لاسباب اخرى مع ان الناشطون تحدثوا عن مشاهدة طائرة مسيرة في سماء المدينة وكانت الامارات قد تعرضت مؤخرا لهجمة جوية بعضها تبنتها قوات صنعاء واخرى فصائل تعرف بألوية الحق في العراق ابرزها استهداف ابو ضبي ودبي باربع طائرة مسيرة الطائرة ستطلب